ترأس الأرشمدريت خريستوفوروس من كاتدرائية الدخول السيد إلى الهيكل الأصوفية خدمة القداس الإلهي بمناسبة الأحد الثامن بعد العنصرة وفي عيضة القداس قال الإيكونوموس الدكتور إبراهيم دبور إن الكنيسة تحتفل اليوم بعيد أباء المجامع المسكنية الستة الأولى وعيد القديس الشهيدة مارينا مبينا أن هؤلاء القديسين هم الذين حافظوا على إيماننا وعقيدتنا وعلينا أن نعرف هذه العقائد ونؤمن بالرب يسوع الذي ولد من البتول إلها تاما وإنسانا تاما ليخلص الطبيعة البشرية عاونه في الخدمة عدد من الأباء والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين كما شارك في القداس جوقة الترتيل بقيادة قدس الإيكونوموس أليكساندروس مخامري احتفل غبطة البطريارك الكاردينال لويس رفائيل ساكو بطريارك الكنيسة الكلدانية بالقداس الإلهي الذي أقيم في كاتدرائية ماريوسف ببلدة عنكاوا بمحافظة إربيل في إقليم كردستان العراق عاونه في الخدمة عدد من الأباء الكهنى والشمامسة بحضور جموع غفيرة من المؤمنين وفي موعظته طلب البطريارك ساكو من الحاضرين الصلاة من أجل الكنيسة الكلدانية التي تمر حاليا بظروف صعبة كما شرح إنجيل الأحد الثالث من زمن الصيف الذي يتحدث عن شفاء الأعمى الذي آمن بيسوع نور العالم مشددا غبطته أن من يتبع يسوع لن يمشي في الظلام أي الخطيئة